شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع رولينج بلاس لتصنيع الإطارات وذلك على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو تنفذ على ثلاث مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستهدف هذا المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل باستثمارات مليار يورو وبطاقة إنتاجية تصل إلى 7 ملايين إطار سنويا عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل وذلك من أجل توطين عدد من القطاعات الصناعية وتوفير احتياجات السوق